اشتركوا في القناة هل هناك أمراض لا يستطيع الإنسان علاجها؟ نعم هناك كثير من الأمراض سواء عضوية أو نفسية لا نستطيع نعالجها هل هناك أمراض نفسية لا نستطيع نعالجها؟ طبعاً هناك أمراض لا نستطيع نعالجها لماذا أنا قاعد أقول لكم هذا الكلام؟ لأن هناك قصة مؤلمة حقيقة مزعجة جداً قبل سنوات حصلت يعطني فتاة نصف الثلاثينات شكلها مرتب بس ويها ممرتب شنو أقصد ويها ممرتب؟ يعني ويها ذابل تحت عيونها أسود ريجها ناشف شاحب ويها هل أختي تفضلي تفضلي أمري؟ أنا سمعت أنك زين أنت في الإدمان أنا حابة تعالج ماذا تعالجين؟ من الإدمان أوكي ما عندنا مشكلة بساعدة أنت شيء مستشفى أنت عندي استعداد تعالجين؟ أمي أنا عندي استعداد وللأسف أن أي مدمن أي مدمن يقول لك أنا عندي استعداد لكن من تقول للطريقة يقول لك لا هونت أنا ما بها الطريقة أبي طريقتي الخاصة يعني أولي استعداد؟ إلا يعني قلة من المدمنين اللي هم يتعافون اللي يقول لك أنا ما عندي مشكلة لو دقطني من فوق يمعود ما عندي مشكلة بس اللي تبيني أنا من لديك هذه لديك هذه هذا يتعافى مهم إي نعم أنا عندي استعداد تحسب علاج الإدمان شوية استرخاء على شوية يعني جلسات وشي يطيب الإنسان لا لا أجد دمان وعيد صعب قلت لها أنتي عندك استعداد أختي أين أهلك؟ أبوك أموك؟ أنت متزوجة؟ إي أنا متزوجة؟ أين زين؟ زوجك يتعاطى ولا ما يتعاطى؟ لا زوجي ما يتعاطى زين يدري؟ والله زوجي شاك فراحة وضع شوية غريب كان قلت لها أنزل أنا إذا بتتعالجين أنت لازم تدشين المستشفى وإذا تدشين المستشفى لازم أحد يكون مسؤول يعرف يعني مسؤول عنك يعرف سواء زوجك وهذا الكلام حق البنات وحق الشباب يعني مو بس حق البنات زوجك أبوك أي أحد وأنا فضلت يبيل لي أبوك أو أمك يعني ما أدري شنو علاقتها مع الزوج خاف أن يستغل لهذا الجانب ما أعرفهم جوان تقول لا ما داش مستشفى داش مستشفى وهد عيالي؟ أفاق زين أنت لحين ما تدري عن عيالك؟ يعني أنا قاعد أقول أقول لها بس أنت ما تدري عن عيالك؟ أنت مو قاعد تعاطى إي بس مو لها الدرجة يعني أنا قاعد يعني عجاب العيالي؟ لا لا ترى أنا ما أعرفك بس أنا أعرف الإدمان أنت تعتقدين أنك أنت قاعد تجاب ليني عيالك بس ترى أنت بالواقع ما قاعد تجاب ليني عيالك هذا الإنكار اللي عند المدمن هو يعتقد شيء بينما الواقع شيء آخر رح أقول لكم بعدين ليش الواقع شيء آخر؟ إختي أنا ما عندي علاج جديد جلسات وهي السوالف مع الإدمان لا إدمان لازم تدشين المستشفى لأن هناك إزالة السموم وبعد إزالة السموم وبعد إزالة السموم تأهيل وبعد التأهيل أخذ مدة أشهر فهذا العلاج الإدمان تابعين أهلا وزائلا؟ ما تابعين كيفك؟ ها ها نزين شلون دوامي شلون عيالي شنو وشي قلت يبايا أوكي يعني شنو تابعين؟ أنا من يديك هاضي لأيديك هاضي شنو تابعين؟ قال شون يعني شنو الطريقة اللي ممكن أنا أقنع زوجي ما بيقنع أهلي أمي وأبوي أبي زوجي بس تم يبي لي زوجي شو أنا أتفاهم معاه؟ هاي مدمن يا جماعة اليوم يعطيك كلمة باتري يغير كلمتها اليوم يقول لك وهو بالفعل وقتها وهو صادق أنه يبي يبطل أو يبي يتعالج بس من ينام يقعد من النوم يحصل له جراء يحصل له مادة معينة ياخذها تغير مزاجها يهون أو يأجل يعني ما بين شد و جذب يرجى الانتباه بعد الفاصل بيقول لكم شنو صار مع هذه الأم والزوجة فلكم معا إلى أن خاص راحت تفاجأت بعد فترة سبوع و سبوعين قال لها ياني شخص ويغل نظيف واحترام مرتب سكاير ما يشرب سلام عليكم السلام معاك فلان فلاني هلا حياك الله أنا فلان فلاني المهنة سمالي المهنة حياك الله قال أنا زوج فلانة أنا ما عرف لانا ما عرف عن مينه قاعد تكلم أنت ليش هاي تكلمني عن نفسك قال أنا أدري واحترم وأفهم يعني خصوصية المريض ما استرى أنا أقول لك هي زوجتي يعني قالت لك قال كنتك عليه حطها سبيكر خالها تكلمني أنا ما أدري يمكن أن تتجذب واحدة ثانية ما عرف أنا هذا الاسم طيعا أدري أعرفها لكن ما يصير خصوصية اشتراني منه هذا لا أدري إذا زوجتي أو مزوجتي اشتراني فدق عليها تليفون كلمتها منه معي معاك أنا فلانة لأيتيك الأسبوع اللي فات شديد 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 وهذا زوجي أبيك تتكلم معاه وأنا اتفقت معاك زي لش مايتي أنا انشغلت مايتي زي مصرح لي أنا أقول حق زوجتي كل شيء اي نعم مصرح لي أنا أثق فيك ومصرح ليك تقوله كل شيء أوكي مشكورة فسكر التليفون قلت له أنت شنو تعرف عن زوجتك قال شوف أنا 99% يعرف أنها مدمنة بس واحد بالمية أنت أحد يقول لي إيه قلت له إيه قال شكرا قلت له تدري يعني أوكي أوكي شون علاجها قلت له كذا كذا الطريقة تدخل المستشفى والعيال أنا جاب العيال ما عندي مشكلة جاب العيال ونعطيها فرصة ما في مشكلة طالما تتعالج تتعالج ايه تتعالج تعالجون هم المدمنين ايه نعم يتعالجون المدمنين بس يسمعون الكلام أوكي شو ركو هداية الله أنا موافق شوني مطلب مني أطلب تسوي سبورت بس ومطلب منك شيء وطلب أنك توصلها للمستشفى وانت تجاب العيال وومها شوية تجاب العيال زين أهلها شون دورة أي شيء يقولهم مسافرة دورة أي شيء يعلف لك أي قصة يعني سهل الموضوع خونتم متزوجين وساكلين بروحكم عاديا دبر لك أي قصة وبعدين بعد شهر هي تطلع إجازات تشوف أهلها وترجع يعني يضبط الموضوع إذا بغيتها يضبط رح يضبط لما قال لي أن نمط حياتهم وحياتها حين هي كانت تقول لي أنا دائرة بالع على عيالي ومجاب العيالي لما قال لي صدمني يقول لي العيال إذا تقون علي المدرسة تعال أخذ عيالك ساعة 2 و 3 العصر هي تكون نايمة بالشارع يعني مو بالشارع نايمة بالسيارة تكون واقفة عند البيت مثلا داقة سلف من كثر كمية التعاطي تكون نايمة على السكان عيالة في المدرسة المفروضة هي تروح تيبهم مرات إذا تبيت تقوم من النوم عشان تودّي لعيالة المدرسة مرات أنا أودي مراتة هي يتودّي شيء فلما تقوم من النوم تبيت تودّي لعيالة المدرسة يصير عليهم غياب وصير عليهم تأخير بسبب أن هي نايمة نوم هذقيل من المواد التي مخذتها هذا شيء من لا شيء من الأشياء التي كانت تسويها ووقف معها ولكنها أجلت دخولها للمستشفى وقال نعطيها فرصة و بالفعل وقفت مسبوع عشر تأيام قلت لها أختي هذه الطريقة ما تنفع في التعافي هذه ما تعتبر تعافي من الإدمان هذه تعتبر توقف عن التعاطي فقط و ليس التعافي تعافي يعني لازم الإنسان تغير أفكاره تغير سلوكه تغير نمط حياته أما أنه فقط أشيل عن التعاطي هذا بس توقف عن التعاطي هذا موضوع آخر فاللي قاعد تسوينا أنت يعتبر مثل استراحة محارب مثل يعني شذي مؤقت شي مؤقت و حراما تضيعين من عمرك و وقتك على شي مؤقت لا لا أنا ما عليك أصمل وأموري طيبة و تمام بلغو على العشر تأيام أسبوع شذي قاعدت ضلت من بطلة بس ترجع ثاني مرة الانتكاسة ترجع بس هالمرة بس هالمرة وتعترف أتيي وتعترف لكن ما ممنوع أن أنا أقول حق الزوج بحكم الخصوصية أنا أحفها أنها تعترف حق زوجها ليش حفاظا على الأبناء لأن أنا ما أدري شنو تصرفات هذه الإنسانة مع أبنائها وهي تحت تأثير التعاطي وتعاطي المخدرات مذهب للعقل فأنا ما أدري شنو يسوي سواء الأب أو الأم ما نسأل مع أطفال يمسكهم وهو تحت تأثير تعاطي ما ندري يبقى أوك ما رح يسوي شيء بالعيال بس يمكن يسوي حادث بالسيارة وهو معاهم لأن ما ندري ما نقدر نتنبأ وهو شنو المادة اللي ما أخذها فيه هناك مواد أي مدرك وهو للواقع ما نختلف بس فيه كثير مواد احنا ما ندري شنو ممكن تسوي بعقلة ما ندري هو شنو ممكن يشوف الأبناء ممكن يشوفهم مخلوقات فضائية ترى من صجي يتكلم ممكن يكون ماخذ مواد يشوف هذول مخلوقات فضائية ممكن يكون ماخذ مواد يشوف هذول مخلوقات أخرى غير البشر ممكن يكون ماخذ مواد يتخيل أن هذول الأطفال ممكن يقتلونها يروح يأذيهم فترى من صجي يتكلم ما يصير نخلي الأبناء عند أحد تحت تأثير التعاطي للأسف للأسف أن هذه الأم وهذه الزوجة رفضت دخول المستشفى ورفضت العلاج مع محاولاتها التوقف والعودة التوقف والعودة التوقف والعودة إلى أن اتخذ قرار زوجها أن ينفصل عنها ويأخذ حضارة الأبناء حفاظا على الأبناء من أمه يرجى الانتباه يا جماعة أي مدمن عندنا نحاول أن نساعده نوقف معها مرة ومرتين وثلاثة لكن ترى كل مرة والثانية والثالثة وإن شاء الله العاشرة لازم تكون مختلفة عن المرات اللي قابلها كل مرة نوقف معه نوقف بطريقة مختلفة مو بنفس الطريقة إلى أن يوصل للمرحلة أنه يأخذ قرار العلاج ويستمر بهذا العلاج بيعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر